بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه وحمداً يكافئ مزيدة اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يعيش الإنسان دنياه وهو فيها مختبر ممتحاً وعما قليل منتقل من دار إلى دار وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بأننا سنحاسم وسنقف أمامه جل وعلا لنسأل وربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذا في أواخر سورة الحجر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُقْسِمْ ولاحظ هذا الأمر العظيم فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ كل شيء مكتوب معد لا تخفى عليه خافية لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فما الواجب علينا الواجب علينا أن نحاسب أنفسنا الواجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفات لنحاسبها لنستقيم على المنهج لنثبت على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما أجملها من نعمة نعمة الثبات نعمة الاستقامة نعمة الطاعة نعمة أكل الحلال نعمة إتقال العمل نعمة عدم ظلم الناس نعمة إعطاء الناس حقوقهم إلى غير ذلك لأننا سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قد ينسى الإنسان لكن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا قد ينسى الإنسان ما فعله لأنه إنسان ينسى لكن ربك لا ينسى ألم يعلم بأن الله يرى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا موجود حاضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا قال مولانا سبحانه وتعالى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَقَبْلَهَا قَالُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وهنا يقول وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ فَلَا تَيْأَسْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَيْأَسْ مِنْ رَحْمَةِ مَوْلَانَا إِلْجَأْ إِلَى رَبِّكِ وَتُبْ وَارْجَعْ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مقام الإحسان أم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مطلع عليك ناظر إلينا فلا تجعل ربك أهول الناظرين إليك أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون إن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر حين وصى سيدنا أبا ذر اتق الله حيث ما كنت اعلم أن الله يراك لا تقل إن الله لا يراني فترتكب معاصي وسيئات اتق الله حيث ما كنت سرا أو جهارا اعلم أن الله يراك اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن بل يقول الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر انظر إلى المعنى مع هذا الوقف ما لهذا الكتاب لا يغادر ثم مع الوصل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مع الوقف الأول ما لهذا الكتاب حاضرا بما فيه ومع الوصل ما لهذا الكتاب كل شيء موجود فيه كل شيء حاضر فيه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فلنرجع إلى الله فلنتب إلى مولانا سبحانه وتعالى علّى الله أن يقبل توبتنا علّى الله أن يعفو عنا لا تيأس فربك غفور رحيم ثم إنه عفو يمحو الذنب أصلا يمحو السيئة أصلا وأبشر إذا توبت إلى الله توبة نصوحا ففي درجة من درجات التوبة يبدل الله السيئات لتصير حسنات كما قال مولانا في أواخر سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم عفو عنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظنا بحفظك يا الله واسترنا بسترك يا الله والسلام عليكم ورحمة الله